السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي أبطال ربعة يلا بينا النهاردة هنحل على يونت 7 لسن 3 وإن شاء الله هيكون سيشا مفيد جدا بالنسبة ليك فمن دلوقتي يلا حط اللايك عشان تساعد في نشر الفيديو وتشجع القناة ويلا بينا بسرعة let's get start الأول هنحل الإكسرسايز بيج 29 في كتاب المعاصر وهو choose the correct answer from A, B, C or D 1. He usually has a big space on his face هو دايما عنده إيه كبيرة على وجهه space, فراغ, باكس, صندوق ولا smile, ابتسامة, homework فهي طبعا هنختار smile 2. She asks her mother a lot of questions هي بتسأل مامتها أسئلة كتير تبقى هي إيه she is well done, curious عندها فضول تعرف حاجات كتير كتير 3. He space a metal box under the ground no one could see it هنا بيقول لي محدش يقدر يشوفه يبقى هو دفنوا يعني إيه دفنوا الصندوق المعدني يعني بارد we space the road together road يعني الطريق عملنا إيه في الطريق طبعا عبرنا الطريق يعبر يعني cross والبست بتاعها crossed the air in grand space is cleaner than that of the city الهواء في إيه بتاع الجد أنضف من المدينة طبعا هنا village في القارية الهواء أنضف many space come to visit Egypt every year كثير من well done visitors من الزائرين يأتوا لزيارة مصر كل سنة we space the soil to plant trees إحنا بنعمل إيه في التربة عشان نزرع أشجار بنحفر التربة فيه نحفر dig next exercise is about grammar عن grammar اللي هو شرحناه اللي هو best simple الموضي البسيط وأنا شرحته لكم في سيشا المخصوص ونزلته لكم على جروب التليجرام فهنقول دلوقتي read and choose the correct answer my grandfather space last Friday أنا لقيت هنا حبيبي إيه لقيت last last Friday الجمعة اللي فاتت يبقى حختار اللي هو إيه طبعاً اللي هو visited يبقى أنا هنا حختار visited زرت لكن طبعاً لازم قبلها am is or visit دي في المدارع وvisit برضو مدارع بس visit في المدارع اللي هو الفعل بتاعه هي أو شي أو إيت أو أي اسم مفرد أنا هنا حطيت موضي عشان last yesterday last ago in the past once اللي هي الجمل الكلمات الكيورد اللي إحنا حفظناها بتدل على past simple إسراء space to school last week إسراء إلى المدرسة الإسبوع اللي فات طالما برضو last يبقى وقت my mom's space the kitchen yesterday 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 تبقى cleaned yesterday yesterday برضو تبقى best I a really good weekend يبقى I had كله بادور عالبست طالما عندي keyword my cat space high last night last تبقى jump it now grandpa space very old now grandpa now دلوقتي يبقى get كبير بايز مش هقول واضح مش last year ولا yesterday ولا أي حاجة من الكلمات الده لا يبقى is how did عمر space when he found the box يبقى خدوا بالكو بقى هنا عندي الجملة found في الباست يبقى أكيد الفعل ده في الباست لأن الاتنين حصلوا مع بعض كيف شعره عندما وجد الصندوق فهو وجد في الماضي فأكيد شعره في الماضي ولكن أنا هنا عندي ديد حبايبي وديد بيجي بعدها الفعل في في المصدر يبقى ديد مصدر بصرف النظر عندي يستردي عندي عندي اللي عندي ديد وراها مصدر وطبعا أنا شرحت الموضوع ده بالتفصيل في السيشن يبقى أهم حاجة هنا تحفظ الكيورد يستردي last ago in the past ones ولو فيه تاريخ سابق أو بحكي عن التاريخ أو بحكي عن رحلة عملتها كل ده طبعا بستخدم best symbol اللي هو بيعبر عن فعل حدث وانتهى في الموضي write the best symbol form of this verb اكتب صيغة الموضي للأفعال دي طبعا بري أخرها y و y قبلها حرف second يا حبيبي يبقى أنا هعمل ايه هعمل ايه هحزف y وحط i e d عشان قبلها consonant second طبعا travel طبعا هعمل عادي خالص طبعا الفوت هكتبها كلها have طبعا had look looked e d is was grow grew بال e مكان ال o e or were talk talked e d برضو عادي خالص بس أنا أنا بكتب كده بس عشان الكتاب بالقلم على الشاشة يعني صعب شوية لسه فهنا حكتب ايه بلد مش حكتب e g حكتب بلد كلها اوكي وهكذا general exercise on listen three read and complete the text with the words in the box tree shagra visitors the war rude طريق quiet haadik my grandpa lives in a village الجد بيعيش في قرية grand ba village was very القرية كانت ايه طبعا was very ايه baby quiet كانت هادئة now there are a lot of دلوقتي يوجد كثير من ال ايه كثير من visitors يعني زور واللحظ ان visitors انا جبتها من visit زور visitors زائر visitors زور no cars in the past there were no cars in the past مكنش في عربيات في الماضي now الان there are a lot of trucks يوجد كثير من الشاحنات and cars on the العربيات طبعا بتبقى على ايه حبيبي على الطريق on the road read the text and answer the questions my father's house المنزل بتاع ابي was in a village كان في قرية in اسوان في اسوان the street was quiet in the past الشارع كان هادئ في الماضي now there are lots of cars يوجد كثير من العربات and trucks والشاحنات my father and his friend played football now there isn't enough space when my father was a child he helped his friend to plant a small tree on the side of the street now the tree is very big and beautiful الآن الشجرة كبيرة جدا وجميلة it's very nice وهي لطيفة جدا one my father was good at space trees كان جيد في ايه للأشجار طبعا planting زراعة الأشجار يبقى انا هاختار planting my father played space with his friends ابي لعب ايه مع اصدقاؤه طبعا هنا هاختار played well done وفقا اللي انا سمعته كانت football give one example ادي مثال واحد of differences للاختلافات between the village بين القرية now and in the past بين القرية الآن وبين القرية في الماضي طبعا الشارع ودلوقتي في عربيات كتير الشارع بتاع القرية كان هادي ولكن دلوقتي بقى في عربات كتير وشاحنات كتير what did the father plant when he was young الاب زرع ايه لما كان صغير he he طبعا خذوا بلقوا حبيبي وسألني بديدي يعني باست مع ان عندي بلانت بس انا هقولها ايه planted he planted هو زرع اتري زرع ايه زرع شجرة طبعا هنا حبيبي عندي الو هتبقى كابتال عشان اول حرف في الجملة وفي الاخر هحط question mark عشان ده سؤال بدأ بوط read and match a with b هنقرأ ونوصل a with b هنقرأ اول واحدة a ونشوف معاها كل للنحية التانية فهنا بيقول لي how did he feel كيف هو شعره i got i got up at six o'clock الصيق الستة الصبح طبعا ما لهاش علاقة football on the street كرة القدم في الشارع طبعا برضو لأ وخدوا بالكم هنا ها وبعدها فعل مساعد يبقى ده سؤال بس انا حنقرأهم كلهم برضو عشان يبقى سهل اللي بقي quite in the past هادئ في الماضي طبعا دي هي اللي سؤال he saw his old street لما شاف الشارع القديم many houses كثير من المنازل فأنا هنا عندي how did ده سؤال يبقى حوصله بالنحية التانية سؤال اللي هو when he saw his old street we played احنا لعبنا طبعا حبيبي football on the street the village was very القرية كانت very quiet in the past هادئة في الماضي when did you get up امتى انت استيقصت فطبعا هنا هقوله i got up at 6 o'clock many houses مالهاش نحط الهداش قاعد ترتيب الكلمات للحصول على جمل صحيحة did what you games today play فأنا هستخدم أداة الاستفاهم what games مع الألعاب ده كلهم على بعد كده هحطوهم في خانة أداة الاستفاهم question word بعد كده الهلبنفر بفعل مساعد فحلقة عندي did يبقى what games did فعل you فعل أساسي play today بارتب بالخمسة اللي أنا حافظه أداة استفاهم فعل مساعد فعل الجملة الأصلي بقى الجملة my where friend lived that's full stop فأدي جملة خبرية يبقى that's that way is that's where حيث هنا مويل مش جاية كأداة استفاهم my friend lived my friend lived that's where my friend lived there didn't they clean room they didn't clean their room they didn't clean their room write a paragraph of 18 where does use the following guidance elements سؤال البراجراف زي ما هحنا متعودين هعمل لكم فيه session لوحده لسهولة تجميع البراجرافات في آخر الترم وكمان عشان تركز معاه استناني السيشن بتاع البراجراف بيبقى بعد السيشن بتاع الحل على طول لو استفدتم السيشن ما تنساش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسئيمين اشتركوا في القناة